أعلنت وزارة التضامن وقضايا الأسرة عن أسماء الفائزين بجائزة أفضل تطبيق رقمي موجه للأطفال وذلك بحضور كل من وزراء الثقافة والتشغيل وكذلك الاتصال الجائزة نظمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل المصادف لعشرين نوفمبر من كل سنة نتبع التغطية لإسماعيل بفليح ما أعلننا في ديسمبر الماضي عن الانطلاق الجائزة واليوم رأيكم معنا في العملية ترسيد العمل التي قمنا به والذي أعلننا عنه من خلال 11 شهر بالضبط وإن شاء الله تكونوا معنا في الطبعة القادمة إن شاء الله والذي نعمل على أن تكون أكثر قيمة من حيث المضمون ومن حيث المكافأة هذه المبادرة التي قامت بها وزارة التضامن الوطني مهمة ونسندها وندعمها بل ونشجع عليها الباحثين الجزائرين والمهتمين في أن يقدموا أكبر عدن من التطبيقات هي دي ديفولوبر ألجيريان زمرنا تخدمنا سعلي كاباسيتي وشواء يفوذاني أقف كل كنفيونس أعطي لي شارجين لز أبليكاسيون أدوالين اشتركوا في القناة